اطلق مهرجان دبي السينمائي مساء الجمعة دورته العاشرة مع عرضه في الافتتاح في المعمر للمخرج الفلسطيني هاني ابو اسعد وهو ما اعتبره البعض مجازفة فيما اصر المهرجان على خياره رغم العادة التي درج عليها بتقديم الجديد في عروضه الختامية والافتتاحية رغم الالم ورغم الجراح اللي صارت داخلنا احنا بننظل ناشحين وننهدي هذا النجاح لبلد سوريا ويتضمن المهرجان عرض مائة واربعة وسبعين فيلما طويلا وقصيرا ووثائقيا اكثر من ثلثها في عروض عالمية اولى وتمثل الافلام المعروضة سبعة وخمسين دولة وتقدم في ثلاثة واربعين لغة وبينها مائة فيلم من العالم العربي موسيقى